الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، صاحب أدنى شعبية بين رؤساء فرنسا، سيخسر من الجولة الأولى إذا خاض الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام 2017. معلومات أكدها ستطلع أجرياء لحساب صحيفة ليفيقارو وقناة السيئي الأخبارية، وبحسب نتائجه فإن من المتوقع أن يحصل أولاند على مبين 11 إلى 15% من الأصوات مع أخذ مختلف المرشحين المحتملين بالاعتبار. وأظهر الاستطلاع أن المواجهة في الدورة الثانية ستكون بين حزب الجمهوريين وحزب الجمهة الوطنية اليميني المتطرف. المآخذ الكبرى والعميقة تلك التي تسجل على أولاند وأدائه الاقتصادي. ابتداء منها شاشة الوضع الأمني الذي تجسد باختراقات أودت بحياة الكثير من الفرنسيين جراء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا والإخفاقات السياسية المتكررة على الصعيد الخارجي. وحتى تلك المتعلقة بسياسة الحكومة بشأن الهجرة إلى فرنسا. استياء كبير مرتبط بمعدلات البطالة وزيادة الضرائب وتساؤلات حول الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الفرنسي الذي يشكو من التباطئ. وليس انتهاءا بتعهدات جمّة لم تتحقق. هي أمور كافية لتبيان أسباب هبوط شعبية الرئيس الاشتراكي الذي نقل عنه قوله إنه يرغب في الترشح لكنه لن يفعل إن لم يحصل على مؤشرات تؤكد فوزه. مؤشرات تبدو مستحيلة التحقق فالمعطيات الأحصائية تؤكد العكس جميعها حقائق تثبت أن أولاند لن يحظى بفرصة الفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة.